مساء الخير شباب، بهذا الفيديو سنتعرف على طريقة ضبط إعدادات الـ IPTV لراوتر NEEDS بين إيدينا رقم موديل هذا الراوتر DL4323 وأكيد بعد ما نضبط إعدادات الـ IPTV سنتأكد أنه هل هذا الراوتر يدعم بث الميزة عن طريق الواي فاي أم لا؟ خليكم معنا لنهاية الفيديو من قوم أصدقائي بتوصيل الراوتر على جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل شبكة ومنفتح أي مستعرض إنترنت موجود عندي بدخل على عنوان الـ IP الخاص ببرمجة راوترات NEEDS 192.168.1.1 وبهذا المكان بدخل الـ username و password الخاصين بواجهة البرمجة طبعاً مثل ما لنا شايفين العبارة هي guest guest وبعمل login وفي ملاحظة مهمة جداً شباب أن هذا الراوتر مبرمج لإعدادات الـ Internet والإنترنت اللي حالياً شغالي عليه نحن شرحنا طريقة برمجة هذا الراوتر بالفيديو اللي هلأ رح يظهر على الزاوية على اليمين أو على اليسار أو برابط الفيديو الموجود بوصف هذا الفيديو بالتالي نحن رح نتطرق بهذا الشرح فقط لضبط إعدادات الـ IPTV ننتقل عن تبويب الـ setup وبنزل لتحت شوي وبلاحظ أنه إعدادات الـ Internet موجودة عندي هون أنا بالتالي بس بدي ضيف إعدادات الـ IPTV بسطر إضافة بأعلى الصفحة فوق عندي Default Route Selection بحطها بحالة Space Feed أما بالنسبة للـ VBI بحطها 0 وبالنسبة للـ VCI بحطها 32 وبالنسبة للـ Channel Mode بحطها PPPOE بالنسبة للـ NABT بحط عليها إشارة صح كذلك الأمر الـ IGMP بحط عليها إشارة صح بنزل لهذا المكان وبوضع الـ Username والـ Password الخاصين بميزة الـ IPTV اللي يعطياني إياهون مزود خدمة الـ IPTV وبعد ما وضعت الـ Username والـ Password بنتقل لعند الـ Default Route وبحطها بحالة Disable وبعد ما انتهيت بضغط على عبارة Add إضافة منلاحظ أنه إعدادات الـ IPTV نزلت بسطر إضافة منلاحظ أنه VBI 0 و VCI 32 برجع بضغط على إشارة القلمة اللي موجودة عندي بهذا المكان ومن هذا المكان أصدقائي بتكون بحالة Disable Bridge بنقلها لـ Bridge Ethernet وبضغط على عبارة Apply Change يعني تطبيق الإعدادات وهلأ بنتقل لصفحة Advanced داخل صفحة Advanced في عندي Static Root بهذا المكان بكتب الأرقام التالية وبعد ما كتبت هدول الأرقام من هذا المكان الـ Interface بختار الـ BBBOE 2 يلي هي خاصة بالـ IPTV وبضغط على Add Root منلاحظ أن الأرقام نزلت لتحت عندي هون برجع بنتقل لصفحة الـ State وبنزل لآخر الصفحة وبوضع إشارة على الدائرة الأولى الخاصة بالإنترنت الـ VBI 8 و VCI 35 وبتأكد أنه Default Route على إشارة Enable للإنترنت أما على الـ IPTV لازم تكون Default Route بحالة Disable وهلأ مننتقل لبرنامج الـ IPTV ومنتأكد أنه الخدمة اشتغلت وطبعا بمجرد فتح البرنامج دليل على أنه الخدمة أكيد شغالة وهلأ بتأكد من البث المباشر مثل ما شفنا أصدقائي البث المباشر شغال 100% عن طريق كبل الشبكة وهلأ رح نعيد التجربة عن طريق الـ WiFi على أحد الموبايلات وأما بالنسبة لبث ميزة الـ IPTV براوتر نيتس مثل ما شايفين شغالة على الموبايل هذا الموبايل متصل عن طريق الـ WiFi براوتر نيتس شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية مرات تقنية عربية